قتل وأصيب أكثر من 361 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال شهر إبريل الماضي في محافظة تعز يراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على المحافظة جاء ذلك في تقرير عن اتلاف الإغاثة الإنسانية عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز خلال شهر إبريل من العام الجاري أفاد التقرير بأنه رصد مقتل 104 بينهم 5 أطفال و 6 نساء وجرح 257 آخرين بينهم 12 طفلا و 5 نساء وقال التقرير أن الحرب التي تشنها الميليشيا الإنقلابية أدت إلى تدمير 23 منزل ومنشأة ومتلكات خاصة وعامة أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة إلى جانب عدم معظم الخدمات الصحية والأدوية أعدم وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي أوضح التقرير أن 188 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مناطق مختلفة في الريف الجنوبي لمحافظة تعز بينما تقوم ميليشيا الإنقلاب بمنع يوصول الإمدادات الإغاثية والطبية وتصادر المساعدات وتعرقل عمل المنظمات الإغاثية والطبية